ها شريف وصلت لحد فين؟ الحقيقة يا فندم بعد فترة من البحث والمتابعة قدرنا نوصل لمجموعة كبيرة جداً لمشتبه فيهم من ضمنهم مجموعة طالبة كانت علاقتهم سهيئة قوي بصاحب الكباري اللي تسرق أكتر من مرة ولو قاررنا حضرتك بين السرقات دي وبين مجموعة من السرقات اللي حصلت في مدينة 6 أكتوبر مؤخراً واللي كانت بتعتمد على مجموعة مسلحة نقدر نقول يا فندم ان احنا قدام تشكيل عصابي المسلحة ها 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 بتعرف مين أعرف حدر تشكيل العصابي دا؟ مجموعة الطالبة اللي بتكلم عنهم انت عارف الشباب في السن دا بيبقى عندهم ميول كده يا فندم دول مجموعة الطالبة من جمعة القاهرة عندك معلومات عنهم؟ ايو وفندم، هؤرري حضرتك دول مجموعة اصحاب فاشلين جداً في الدراسة يا فندم ظروفهم الاجتماعية سيئة جداً وظروفهم المادية أسوأ ومن تحرياتنا اكتشفنا أن فيه تغييرات كبيرة جداً حصلت للشباب دول في الفترة الأخيرة يا فندم تغيير إزاي يعني؟ بقى معان فلوس كتيرة جداً يا فندم بطريقة غير مبررة ومين لولاد دول؟ خالد مجاهد يا فندم من أسرة سريعة جداً من الصعيد أبوت قتل بعد ما تم انتخابه لأوضوية مجلس الشعب ومن ساعتها مختفى تماماً من الصعيد وغير رقم تليفونه أخباره قطعت تماماً عن أهله وما حدش عارف عنه أي حاجة عندنا كمان يا فندم ماجد عبدالعليم الولد ده من أسرة متوسطة ساب بيت أهله بعد خناقة كبيرة جداً معاه وراح تجوز مطربة كده بتغني في كباريه اسمها يا سمينة تحرياتنا بتقول أن فيه مشاكل كبيرة جداً بينهم في الوقت الحالي فيه كمان دينا عزت والدتها ماتت من قريب جداً بعد وفاة والدتها البنت بتعاني من مشكلة نفسية كبيرة جداً وحالتها النفسية نقدر نقول إنها في ضمار تام فيه عندنا كمان يا فندم واحد اسمه طالعة مرسي طالعة مرسي ده ابن واحد كهربائي وعايشين في أرض اللواء الولد ده يا فندم ظهرت عليه أعراض الغنى الفاحش في الفترة الأخيرة بقى معاه فلوس كتير جداً عنده عربية وتأكدنا إنه بتعطى المخدرات زيه زي كل المجموعة اللي معاه آخر واحد في الشلة دي يا فندم اسمه له أي بحصة وده حدوتة كبيرة قوي يا فندم أبو صاحب البخيرة اللي غرقت قرائد وبعد المشكلة دي حصلت لهم مشاكل مادية كبيرة جداً جداً وعلى أثارها باعوا الفيلا اللي كانوا عايشين فيها وهي هي نفس الفيلا يا فندم اللي كان عايش فيها الدعاية الإسلامي واللي تسرقت مؤخراً يا فندم يعني عارف مداخل ومخارج الفيلا كويس بالزبط كده يا فندم طيب وصلت للدليل؟ الحقيقة يا فندم من الحد الوقتي لسه موصلتش للدليل لكن حطت المجموعة دي تحت المراقبة المكسفة لكن مش عايز أعمل أي خطوة أزير من كده علشان ما يخدوش بلاء طيب خليك وراههم وعايز تقارير أول بأول فهم؟ يا سلام عليك يا لولو يا سلام عليك يا لولو لا 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 حاكسب استنى ده بتجامد قوي يا لولو لا برضو قد استنى هتبقى لعبتي يا لولو ده إيه اللعب ده كله؟ يا لولو استنى لا لا ينسيبنا رأسة طيب يمين شوية استنى بس علي ودخل عالجول ودخل عالجول وقول 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 ده إيه الجون الحلو ده ده إيه الجون العسل ده ده إيه الجون الأمر ده لا احنا قلنا فيش هاي حاجة عتعصر لبعد الجواز الرسمي يا بيتة مش ااخد كل حاجة متيلا ايه؟ لا ولا اي حاجة ما رحلت جوزنا ليه بقى مش فائل؟ جوزنا علشان يبقى فيه اتفاق على الجواز الرسمي جواز ايه؟ الرسمي طيب انت رايح فين؟ لا انا خارجي عاد برا شوية يعني ايه هو لو ما فيش كده بتقوم تسدني برا يعني ما نواضش نتكلم مع بعض شوية؟ يا ببي ما احنا اتكلمنا كتير دي الوقت بالي احنا نقرب من بعض فيه اكتر نفهم بعض اكتر نحس ببعض اكتر كده يعني ولو مش عايزات تحر لو ايه استنى الباشا بنفسه هنا بجد انا مش مسدقة نفسي اهلا يا باشا اهلا يا اسمينة منور بيتي النهاردة لا 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 انا زعلان مني خالص انا؟ هو انا قدر ازعالك؟ انا عملت ايه؟ حكايتك مع ماجد واخدى شكل كده من ازاي اللي انا راسان تقولك ويعتي في حبه ولا ايه؟ انا فعلا حبيته ازاي ده حصل؟ فاهميني؟ انا حبيت في ماجد حبه ليه؟ وخوفه علي ماجد يباش وممكن يعمل اي حاجة في الدنيا علشان يحميني في الاول والاخر الودة بايز قالها انتي عرفتي موضوع البدرة ولا لا؟ للا ازاف عرفت بس انا هحاول ان انا اوامر كيفيشن؟ ويريد بقى تفويل نفسك شوية وتسيبك من الوقت ده خالص ويريد كمان بلاش حدوطة الحب دي عشان بتدايمي شوية اوامر كيفيشن؟ اوامر كيفيشن؟ سعب خير؟ شكر باشا من كبار جال اعمال في البلد اه 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 اوكي يا اسمين زي ما قلتلك بقى ها؟ باي 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 اي باي السلام شرفتنا يا باشا عن البيانة السريعة لنا ميرسي جالي تكرر ميرسي مين دا وكان عايزي؟ بنا قلت لك رجل أعمال وعايز يدخل في سوق كاسة إيه في إيه؟ وقت له مسيرس leve أنا مش عارف أنت بتاعتي له دي رواج يعني ما انتش عارف لي يا لوي إيه اللي حصل يا لوي ما حصلش حالي ewتكت إيه زي اللوي أنا إنتا ليش فيابله اللي حصل? وبعدين إحنا ب alumni نفقين إنو مفيش أي حاجة تحصل إلا بعد إنك ويز طيب ل Amanda متدوزين يا بنت انت مراتي كانت في ديوح مراتي عارف عن اي مراتي لا يا راي هنأوصد الجواز الرسمي يا ام الجواز الرسمي دي سديهنا انا بقرأ الكلمة دي قوي يا حيبتي لازم تعارفين ان انت مراتي والان انا عملته ده هو حق الشرعي يعني ما حصلتش حاجل ده كله انا اه اين ليه تبتعمله ده بدينا انا حاسه ان انت انا حاسه ان مش دله ايه اللي انا بحبه اسمعيني ما فيش داعي للكلام الكبير ده أنا دلوقتي عايزك تنسي كل حاجة وما تفكر بجري في حاجة واحدة بس إني أنت يا عروسة تفهم عني يا عروسة؟ لا يا لواي أنا، أنا مش هتقول شقيتك دي تاني إلا لما نتجاوز رأسني